اهلا بكوا عزيزي طلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني وساعة جديدة مخصصة لطلبة التعليم الصناعي النهاردة حلقتنا مخصصة طلبة الصف الاول تخصص نسيج وبنتكلم عن مادة من المواد التخصية هي مادة التراقيم يمكن في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ترقيم من ترقيم الوزن السابت النهاردة هنستكمل الجزء الخاص بترقيم الوزن السابت لكن تعالى نتكلم عن ترقيم الوزن السابت ونقول انه هو من ضمن الترقيم البسيطة السهلة سهلة في قوانين بتاعتها سهلة في حساباتها زي ما قلنا المرة اللي فاتت قلنا لازم يكون عندي حاجة مهمة جدا وهي ازاي ان انا احول ما بين الاوزان وما بين الاطوال ليه لان انا عندي قانون هاخده والقانون ده وتشغل معايا لغاية سنة تالتة في الدبلوم الثلاث سنين لغاية سنة خمسة في الدبلوم الخمس سنين فبالتالي انا محتاج اكون فاهم وعارف كويس جدا القانون ده وعارف استنبطه الاستنبط ده حاجة مهمة جدا ممكن هراجع قبل ما نبدأ الجزء الخاص بنا ازاي استنبط القانون بتاعي عشان ده برضو زي ما قلنا من الاجزاء المهمة لو سبتنا على طريقة استنبط القانون ما فيش اي مسألة ترقيم او اي مسألة تخطيط في السنين الجاية هتكون عاملة مشكلة معي طيب الهدف من الموضوع ايه من الاساس يعني الهدف من الموضوع ان يكون عندي رقم للفتلة انا بستعمل فتل فبالتالي بتخصصي تخصص نسيج فيه تخصصات تانية بتستعمل برضو الفتلة زي تخصص الملابس زي تخصص التريق وزي تخصص الغزل تخصصات دي برضو بتدرس الجزء الخاص بترقيم الخيوط بس مش بالتفصيل زي ما بيدرسوا الغزل والنسيج فبالتالي تقدر التخصصات التانية برضو اتبعنا في الجزئية دي عشان يقدر يفهم ازاي بيتم استنباط القانون ده نمرة واحد وكمان يقدر يفهم يعني ايه نمرة خيط ده رقم اتنين اول حاجة هنتكلم عن يعني ايه نمرة خيط نمرة خيط بالزبط هي مقاس لسمك الفتلة طب انا بحدده ليه او انا عايز اعرفه ليه عايز اعرفه عشان لما انا اروح كمصنع نسيج او اي حد شغال في مجال النسيج ويقرأ بيانات موجودة على بكرت خط يفهم البيانات دي شكلها ايه يفهم الوضع ايه فبالتالي انا مثلا يعني لو انا عندي مصنع نسيج وعايز احضر كمية خيوط سدة وكمية خيوط لحمة للمقاسة بتاعتي فبالتالي لما هروح للمغزن المغزن مالوش في اي حاجة خالص غير انت بتقوله انا عايز نمرة كذا كم كيلو جرام فانت عارف الطول اللي انت عايزه ومقدر الوزن اللي انت عايزه وعارف التخانة اللي انت عوزها فبالتالي بتترجم كل الكلام ده في وزن لنمرة انا عايز عشرة كيلو من خيط نمرة 30 فهيديك العشرة كيلو دول عبارة عن كنات خيط آه مزوي مثلا وانت عايزه مزوي من خيط نمرة 30 هو بيشوفه الراجل بتاع المغزن بيشوفه في الكونة مكتوب عليها رقم 30 ايه بقى اللي جوا الكونة دي هو ما يعرفش الحتة التانية دي ان فيه تخانة وفيه رفع وفيه كلام فاضي من اللي احنا بنتكلم فيه لكن هو فاهم ان الكونة دي نسمها نمر التلاتين وموجودة في المخزن في الجنب بتاع نمر التلاتين مزوية اه مزوية اه هو برضو يقدر يعرف دي لاني بكتب له مثلا خيط ممشط مزوي من خيطين نمر التلاتين هو عارف دي لكن عارف جات ازاي لأ طب انت بقى اللي عارف بتجي ازاي فبالتالي لما تيجي تحضر كمية خيط لنسيج معين مثلا هتنسج قماشة بموصفات معينة فانت عارف ان انت عايز خيط نمر التلاتين للسدى مزوي من خيطين وخيط نمر التلاتين اللحمة مفرد فانت هتقول للمخزن انا عايز 10 كيلو من الخيط نمر التلاتين المزوي وعايز 5 كيلو من خيط نمر التلاتين المفرد فهيطلع لك الكميات انت هتروح تفردها عندك بطريقة التحضير بتاعتنا والغاية لما توصل للمكنة وتقوم بعملية النسيج بتاعتك في النهاية هتنتج لك تبقى ماش بالطول المطلوب بالمواصفات المطلوبة طب انت عملت الكلام ده ازاي لما روحت تجيب الخط بتاعك جبته بطريقة علمية عشان اعرف الطريقة العلمية دي لازم اعرف ازاي احسب الايه النمر والاوزان والاطوال طب انا عندي كم طريقة للحسابات دي انا عندي اكتر من طريقة اشهرهم طريقتين اللي هم واخدين جزء بجير من منهجنا اللي هي طريقة الوزن السابت وطريقة الطول السابت احنا ما زلنا في الجزء بتاعي الوزن السابت طب الوزن السابت ده في ايه في القطن وما يغزل على طريقته في الكتان وفي كمان الصوف والصوف عندي بينقسم لنوعين ورستد وولين يبقى انا عندي مجموعة من التراقيم اللي انا بشتغل عليها طيب نجي نعدهم بقى مرة تانية قطن وما يغزل على طريقته الفبران والحرير الطبيعي المغزول التلاتة دول ليهم رقم ثابت وبيتغزلوا بنفس الطريقة واللو قطن القطن ده نباتية طيب والحرير الطبيعي المغزول والحرير الصناعي الاتنين دول ايه وضعهم في المكان ده ما احنا عارفين ان دي ليها طول كبير جدا وليها سمك ما حدش بيقدر يعدل فيه ليه كمان تراقيم مخصوص هناخده قدام شوية بس هنا فيه مشكلة بقى تانية هو ليه بيتغزل على طريقة القطن مع انه هو مفروض يكون بطول معين بطول سليم انا مفروض عندي طول شعرة القطن يعني اكبرها اقصى اقصى طول شعرة ممكن مسلا يوصل لحوالي حوالي 12 سنتي او 10 سنتي ده طويل التلاء كمان اللي هو الدرجة الاولى منه فتخيل انت عندك الطول ده وكمان بتكلم عن حرير طبيعي الاول هنكلم عن حرير طبيعي بس لسه ما كلمنش عن يعني ايه مخزول حرير طبيعي وحرير صناعي اطولهم بيتعدل ارقام كبيرة بالالف متر واكتر فبالتالي الشعرة دي غير دي زي تغزل على طريقته فيه توالف بتطلع من الحرير الطبيعي وفيه توالف بتطلع من الحرير الصناعي التوالف الحرير الصناعي دي بتتغزل بطريقة القطن توالف الحرير الطبيعي بتتغزل برضو بطريقة القطن فبالتالي خادت نفس ترقيم القطن يبقى الحالي طبعا المغزول الحالي الصناعي او الفبران اللي اتنين دول بيتغزلوا على طريقة القطر ليه؟ لان هم توالف للخيوط الاصلية خلنخلي دول كده على جمب نرجع بقى للكتان الكتان شعارته طويلة اصلا في الاساس لان هو عبارة عن عود يشبي عود القصب بيتعمل له عمليات طبعا واخدنا في الخامات عشان اوصل للشعارات الموجودة عندي شعارات دي طويلة فبالتالي ليها كمان ترقيم مخصوص لوحدها وترقيمها هنقول السبب بتعود الوقتي برضو الحريرس صوف الوريستد وصوف الولين صوف الوريستد هو بالنسبة لنا لو قلنا درجات صوف الوريستد هو الدرجة الاولى بالنسبة لي طبعا هو ليه موصفات لويش يغلانة تانية موجودة في الخامات لكن خلينا نفرق ما بينهم الافضل احسنهم الوريستد رقم اتنين بياليه الولين الصوفين دول كل صوف منهم ليه ترقيم لوحده طب وهي الترقيم دي كلها لما اجي بقى اصب بالكلام ده على قانون وعلى تحولات احنا خدنا التحولات ونقدر كمان وإحنا شغالين في المسائل ان شاء الله نبدأ نرجعها بس تعالى بقى على مجموعة الترقيم دي كلها اللي احنا قلنا اسميها قطن حريرس طبيعي مغزول فبران كتان ووريستد وولين ست ترقيم هل الست ترقيم دول كل واحدة لها قانون مختلف لا المفاجأة ان كل الست ترقيم دول بيتحلوا بنفس طريقة القانونية الاولاني مع اختلاف الطول الشلة في كل قانون منهم طب تعالى بقى نرجع تاني نفسر القانون عشان نبقى فاهمين يعني ايه بحسب الترقيم الانجليزي اول حاجة طبعا القانون بتاعي بيبدأ من جزئية مهمة جدا ازاي اعرف حساب النمر النمر عبارة عن ايه النمر دي عبارة عن مجموعة خيوط التفسير نفسه بتاع القانون بتاعي هي مجموعة شلل موجودة في وزن معين الوزن انا سببته رطل ازا جبت عشر شلل وحطتهم في الرطل ده او وزنتهم تلعوا رطل يبقى الخدة نمرت عشرة ازا جبت عشرين شلة وحطتهم ووزنتهم ولقيتهم وزنهم اتنين رطل يبقى الخدة نمرت عشرة برضو طب لو جمت تلاتين شلة وروحت وزنتهم ولقيتهم تلاتة رطل يبقى الخدة نمرت عشرة برضو طب ايه اللي عملته في الاولى اللي عملته في الاولى ان انا جبت الوزن الاساسي بتاعي سبتته رطل وجبت الشلل وحطتها لقيت العشر شلل جابوا الرطل بتاعي فاصبح ان هو التركين بتاعي بيقول ايه هو عدد الشلل التي تزن رطل واحد جبت عشر شلل بتلع وزنهم رطل باختة نمرة عشر جبت عشرين شلة خد بالك بقى اشان هاختلف معاك في الحتة دي وهلخبطك بالجزء اللي انا قلته في الاول من تاني عشر شلل رحت وزنتهم لقيتهم رطل واحد بس الخدة نمرة عشرة طب جبت عشرين شلة وروحت وزنتهم تلعوا برضو رطل واحد يبقى الخدة نمرة عشرين طب جبت تلاتين شلة وجيت اوزنهم لقيتهم برضو رطل واحد يبقى الخدة نمرة تلاتين مادم انا بجيب الشلل وروح اوزنها والقاها بتجيب الرطل بتاعي بقى الرقم اللي تلع ده هو النمرة صعبة دي طيب هي بتختلف من خامل تانية وده هنفهمه احنا بنحط السوابت بس طبعا مادم هو مديني شلة فهو عارف ان طلها بيناسب الخامة دي فما عنديش مشكلة في الحتة دي تعال بقى الحتة التانية بقى اللي هي الاهم انا دلوقتي جبت عشر شلة لو رحت وزنهم طلعوا وزنهم كام رطل واحد طب جبت عشرين شلة حطتهم لقيتهم وزنهم اتنين رطل مزي المرة اللي فاتت طب جبت تلاتين شلة وروحت حطتهم لقيتهم وزنهم تلاتة رطل في الاولى كان نمرت عشرة اللي هي عشر شلة وزنهم رطل فهو نمرت عشرة في التانية لما حطت عشرين شلة ولقيت وزنهم اتنين رطل الخيط برضو مزال نمرت عشرة في التالتة لما جبت تلاتين شلة وحطتهم ولقيت وزنهم تلاتة رطل برضو الخيط مزال نمرتو عشرة طب ايه ده؟ علاقة التلاتة رطل بالتلاتين شلل اللي كانوا موجودين اللي في النهاية طلعوا لي برضو عشرة رطل العلاقة في قانون صغير جدا بيقول لي ايه النمرة بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل وده اهم جزء عندنا وده اللي هنبدأ نكتبه اول حاجة معايا عشان اأكد على القانون يبقى هنا عندي النمرة الانجليزية عموما بتساوي ادي النمرة بتساوي شرطة الكسر بتاعتي عدد الشلل عدد هنكتبها بخطر فايع عدد الشلل على وزن رطل ده الكلام بتاعي اللي انا باتكلم فيه يبقى هنا عندي عدد شلل على وزن بالرطل طب عدد الشلل دي لما كان عندي تلاتين شلة وزنهم تلاتة رطل قلت بتساوي هتساوي معايا ايه تلاتة تلاتين على التلاتة هتساوي عشرة ايه عشرة لو كان قطن هكتب جنبها قطن لو كان ورستد هكتب جنبها ورستد ايا كان هنا مش محدد نوع الخامة اللي انا شغال عليها فبالتالي هنا بنقول ان النمر بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل كان خط قطن ماشي كان خط كتان ماشي كان خط ورستد ماشي ايا كان نوع الخامة اللي انا شغال عليها طب ده اول حاجة عندي اللي احنا هنتكلم فيها طب تعالي بقى نقول ان النمر اساسا النمر هنكتبها تاني مرة تانية عدد شلل على وزن رطل تمام كده انا عندي عدد الشلل دي ليها فكة لان اقدر افكها كلمة عدد الشلل دي لوحدها مثلا لو انا عندي تلاتين شلة عشرين شلة او ده الكلام ده لو هو ايه شلل مقفول عندي او معارف ان هي اطولها ايه او اوزنها ايه فبالتالي انا فهم الخامة بتاعتي ايه لكن هنا تعالي بقى لما تكون عندي هنا شلة بالشكل ده انا مش عارف هي قطن ولا كتان ولا ورستد ولا ويلين انا طبعا هكون عارفها وفاهمها لان هيكون عندي اطول مش عدد شلل لو اداني اطول مثلا قال لي عندك تلاتين الف يرضى تلاتين الف يرضى دول دول طول عندي انا عايز احول التلاتين الف يرضى دول لشلل احولهم ازاي لشلل احولهم ازاي لشلل هقول التلاتين الف دول او الطول باليارضى ده طبعا استنبط للجزئة اللي احنا معانا دي هنقول لي طول باليارضى على طول شلة طول باليارضى على طول شلة الكلام ده هيديني ايه هيديني عدد الشلل عدد الشلل يبقى ازا كلمة عدد الشلل دي بتساوي ايه طول باليارضى على طول الشلة معنى كده ان الكلام ده اقدر اشيله وحط مكانه الكلام ده هنروح رفعين الكلام ده هنا مكان ده كده عشان نطلع القانون الجديد اللي احنا بنشتغل به طيب تعالي بقى نكتب بقى القانون بالشكل الجديد القانون بالشكل الجديد هيقول ايه هيقول لي النمرى بتساوي طول باليارضى على وزن رطل في طول الشلة اللي احنا بنسميه سابت بنقول لكم عليه سابت بس هو اساسا اسمه طول الشلة طول الشلة ده بيتحدد حسب نوع الخامة لو كانت 840 فهو قطن لو كان 300 فهو كتان لو كان 560 فهو ورستد لو كان 256 فهو ويلن تمام طيب دول الاربع ارقام اللي عندي طب هنا احنا نجينا في القطن هنا قولنا ما يغزل على طريقته ما يغزل على طريقته عندي ايه حريطة بيه مغزول والفبران دول مجموعة التراقيم اللي بيشتغلوا معايا فين بنفس السابب بتاع الايه بتاع القطن بتاعي تمام كده ده بالنسبة لمجموعة التراقيم وبالنسبة للقانون خلي بالك احنا كده لوقت شغالينا على اني قانون على القانون ده هو ده اللي هنشتغل على المسائل بتاعتنا ولازم نبقى فاهمين ونبقى عارفين نتعامل معاه ازاي طب انا عشان اشتغل القانون دوت لازم يكون عندي مسألة او عندي نوعين من المسائل النوع الاول من المسائل خد بالك لو قال لي احسب نمرت خيط قطن مكون من مثلا اربعين شلة وازن اتنين رطل يبقى هو خلاص بداك مدام في عدد شلل يبقى لازم استعمل القانون الاولين اللي هو ايه عدد شلل على الوزن بالرطل مدام فيه شلل وفيه وزن يبقى اقول ايه القانون الاولين اللي هو عدد الشلل على الوزن ايه بالرطل طيب لو لقيت كلمة طول باليارضة جوه المسألة يبقى انت كده بتتكلم عن القانون الكبير اللي هو استنبطناه من القانون الصغير اللي هو بيقول لي ايه النمرت بتساوي طول باليارضة على الوزن بالرطل في طول الشلة او السابت تمام طبق ده بيتحدد على حسب نوع الخامة انا عارف الخامة القطن السابتها 840 لو المسألة فيها الفبران يبقى 840 لو المسألة فيها حرارة طبيعي مغزول برضو 840 لو كانت ويرستد 560 لو كانت ويلين 256 لو كانت كتان تلتمية يحفظ الارقام دي عشان دي مهمة ودي اللي هتتقدر تحللك اي مسألة من سنة اولى لسنة تالتة او لسنة خمسة فبالتالي الجزء ده مهم جدا بالنسبة للقانون فبيجي يقول لي ايه بقى لو جي عنده مسألة احنا قلنا كده عندنا كم نعم المسائل عندي شكلين من المسائل الشكل الاولاني كلمة شلة تكون جوه المسألة الشكل التاني في طول باليارضة جوه المسألة طب وهنا هتفضل حساباتي على طول نمر ولا هتفضل حساباتي على طول اطوال ولا اوزان حساباتك هتكون مختلفة حتى الامتحان بيجي بالشكل ده الامتحان نفسه هتلقى في مسألة بتتكلم عن الطول مسألة بتتكلم عن الوزن مسألة بتتكلم عن النمرة وما ان انت في وقت الامتحان هتكون خطة اكتر من ترقيم فبالتالي مجموعة المسائل اللي عندك هيكون حجمها زاد وبعدين في مسائل كمان لذيذة هيقولك ايه ايهما ادخن ايهما ارفع رتب تصعوديا رتب تنازليا النمر طب انا هعرف النمر والتخانات دي ازاي انا كله عارفوا قانون لكن انت فاهم يعني ايه انت بتحسب القانون ده على اساس ايه هقولك على اساس ايه دلوقتي انا عندي الم زي كده الالم ده سميك انا شايف ان هو سميك قدامي تمام كده طب السمك بتاع الالم ده لو جبت الالم تاني جنبي هيكون ارفع منه شوية هو انا شايفه رفاية لو جبت هنا الالمين جنبي بعض وعرضتهم كده لك هتلاحظ ان فيه فرق في التخانات التخانات دي بتفرق معاك انت كخط اقولك اه فعلا تفرق معاك كخط لو انت عندك سدة مشدودة على مكنة وفتلة اطعت حصل اطعف فتلة يعني الموضوع مش ترقيم بس الموضوع مش حساب استخانات بس ده الموضوع كمان تخيله على المنتج اللي انت تحطه على المكنة هل يطره يبقى مزبوط هل يطره يبقى فيه مشكلة في شكل النسيج هقولك الحتة دي بتمشي ازاي انا عندك اه عملت تزدية للمكنة بتاعتك وحطت عليها خط سدة نمرت 32 اطعت فتلة وانت شغال فجدت وصلها فروح تجبت خط نمرت 40 ارفع خلي بقىك انا ما بكبر بارفع عكس التراكم اللي هيكون بعد كده كل ما الرقم بيكبر الفتلة بترفع فانت جدت فتلة ارفع من الفتلة الاصلية وجدت وصلتها في المسافة اللي كانت مقطوعة فيها الفتلة الاصلية وقمت بعمل النسيج عارف مكان الفتلة الرفيعة ده هيحصل ايه هيحصل زي شرخ لو انت رفعت القماشة في اي ضوء هتحس ان انت شايف من مكان الفتلة دي الجزء الخلفي وبقت القماشة في الجزء ده غير منتظمة عشان فتلة واحدة اتغيرت واتغيرت بسمك اقل طب تعلمها لو انت عملتها بسمك ادخن هتسد الفراغ اللي احنا بنتكلم فيه وهتسد مش هتشوف حاجة من القماشة من الوجه للدهر بس هتحصل مشكلة تانية عارف هي ايه؟ لو ماشيت ايدك على القماشة هتلقى فيه بروز في المكان اللي انت وصلت فيه الفتلة السميكة طب انا عشان ما اعملش الكلام ده اعمل ايه؟ هجيب فتلة من نفس نملة الفتلة اللي اتقطعك طب هعرفها ازاي؟ فيه مواصفة مكتوبة جنبك على المكانة عشان تقولك ان الخط اللي شغال ايه؟ طيب مفيش مواصفة والمكانة الالكتروني هتلاقي فيه وحدة الكمبيوتر بتاعتك كل البيانات الخاصة بالخيوط اللي شغالة على المكانة بتاعتك فبالتالي عندك كزا مكان تقدر تجيب منه ايه؟ النمرة اللي موجودة عندك على المكانة وفي الطبيعي عشان برضو العامل اللي بيبقى واقف ما يعملش ما تحصلش مشكلة بيبقى فيه مجموعة خيوط وصلة موجودة على ايه؟ جنب المكانة عشان لو حصل اي قطع بشتغل على طول ما عطلش نفسي طبعا فيه طرق كتيرة جدا بيستخدمها العمال اللي في داخل المصانع عشان يراعق الجزئية دي بس خلينا نقول ان ده برضو جزء من الاجزاء البسيطة اللي بستخدم فيها النمرة مش ان انا بحضر موصفة بس لقد انا كمان عايز اعرف هو اي نمرة اللي شغالة عندي اثناء التنفيذ عشان خاطر لما اجي اغيرها حصل قطع وجيت اشتغل باي فتلة اوصلها اوصل بفتلة نفس النمرة ما روحش اجيب نمرة تانية طبعا فيه طرق جدير اصلا بعرفها عشان اعرف النمرة مثلا بعد التعاود ان شاء الله ومنوصل كده في مادة فحص وتحليل ان شاء الله في السنة الجاية هتلقى نفسك بتبدأ تعرف النمر بالنظر بس النظر برضو مش كفاية في الحتة دي لازم يكون دقيق اكتر في جزء دي لكن عندنا برضو ازا اعرف بالنظر ازا اعرف بالوزن ازا اعرف بطرق مختلفة عشان اساهل عليك وانت في قلب المصنع بتاعك تقدر تنفذ الاردرات او الامر اللي معاك بدون ما تحصل مشكلة مع الانتاج احنا اللي همنا في الاول وفي الاخر ايه الانتاج يكون عالي الجودة عشان تصاحب المصنع هيقدر يسوقه فبالتالي احنا كل اللي من يتعلموا ده بنتعلموا عشان لما نجي نقف مصنع نقدر نطلع منتج عالي الجودة طب تعالي بقى نكمل المسائل ونقول انا عندي مثلا مجموعة مسائل بشتغل عليها وبيقول لي مثلا ايه تعالوا كده نكتب المسائلة دي وهيقول لي احسب النمرة هدي احسب نمرة خير قطن مكون من هنقول مثلا كم شلة هنقول مثلا ستين شلة ويزن هنقول تلاتة رطل المسألة مباشرة ما فيش ايه مشكلة انا هنا عايز نمرة احنا اخدنا من شوية قلنا النمرة بتساوي ايه النمرة بتساوي لازم اكتب القانون في حل المسائل بالنسبالي وخصوصا في المتحان شان باخد عليه درجات النمرة بتساوي عدد شلل انا هنا شغال شلة هنا مكون من ستين شلة تمام يبقى عدد شلل عدد شلل على وزن رطل هتساوي عدد شلل عندي ستين على الوزن بالرطل تلاتة ستين على التلاتة معروفا فيها كام الستين فيها المقسمها على التلاتة هتطلع على طول عشرين عشرين ايه؟ عشرين في الحالة دي انا بتكلم عن خط قطن هكتب عليها عشرين قطن وفي هتلاقي في الكتاب كاتب هنك ده برضو طريقة لكتابة النمرة لكن لو كتبت قطن شغال لو كتبت هنك زي ما الكتاب برضو موجود فيه برضو شغال طبعا هي مسميات زي ما نقول كده سوقية اللي بتاعت السوق فبالتالي احنا بنحاول بقدر امكان نلتزم بمسميات السوق فهنا في المسألة دي هو اداني عدد شلل وادادني وزن بالرطل استعملت القانون رقم واحد قانون رقم واحد بيقول لي عدد الشلل على الوزن بالرطل جبت عدد الشلل حطيتها فوق وبعدين جبت الوزن بالرطل حطيته تحت والمسألة كانت مباشرة وقدرت احلها على طول وجبت عشرين ان شاء الله طب امتى المسألة ما تكونش مباشرة؟ لو قال لي اطوال واوزان تعالى بقى هنا في مشكلة تانية في الاطوال والاوزان وهي الحسابات انا ممكن تيجي عندي مسائل ايه؟ مسائل مباشرة المسائل المباشرة دي بيكون فيها الاطوال باليرضة والاوزان بالرطل ومش متحكي حاجة تانية بقى بس يعرفني نقل خامة عندي ايه؟ فتعالا كده نشوف مسألة تانية من المسائل دي ونقول انا عندي هنا مثلا خيط يزن خيط يزن تمام؟ ادي يزن هنقول مثلا يزن خلينا مباشر برض زي ما احنا عشرة رطل طوله ستة لاف يرضى تمام كده؟ والخط ده اساسا هنقول لان هو خط قطن مثلا او خط ورسد او خط ولن ايا كان موضوع الشلل هنا هكون محتاجه وهيكون حابب ان انا اعرف رقم السابق بتاعي فبالتالي لازم هنا يحددلي الخيط فبالتالي ممكن يقولي الخيط قطن يزن فبالتالي في المنطقة دي لازم يقاب عندي ايه؟ عندي نوع الخيط وهنا هكتبه قطن غير المسائل اللي فاتت ما كانش شرط يقولي الخامة بس هو كل يقولهولي كان بيقولي عدد الشلل والوزن بتاع بالرطل في المسألة دي انا محتاجة قانون رقم اتنين قانون رقم اتنين بيقولي ايه؟ النمرة بتساوي طول بالياردة على وزن رطل في سابت اللي هو برضو طول الشلة تمام كده؟ طيب انا في الحالة دي يبقى لما اقولي يساوي بتاعتي ونكتب في المسافة الصغيرة دي الارقام بتاعتنا هنقول الطول بالياردة هو هنا مديني ايه؟ ستلاف ياردة ولا حاجة تانية غير الياردة؟ لازم اتأكد هنا مديني ايه؟ مديني بالياردة يبقى الكلام مباشر يبقى حط ستلاف الوزن هنا عايزه بالرطل الوزن هنا هو كمان بالرطل فبالتالي هحط العشرة والعشرة في الحالة دي موجودة ومباشر السابت بتاعي اطلع على الخامة ادور عليها تطلع قطن يبقى ثابت القطن كام؟ الناس بتقول 840 كده المسألة تتحل هكتب يساوي ومع اليساوي بتاعتي هكتب اسم الخامة بتاعتي بعد ما اعمل حسابات طبعا ضرب الالة سهلة اقول 6000 على العشرة في ال 840 اللي موجودة تحت الكسر وابدأ ان احساب الحسبة بتاعتي بشكل مباشر كده احنا فهمنا يعني ايه؟ ان انا احاول نمرأ واشتغل بيها بالشكل ده طيب تعال بقى لما نحط نفس المسألة دي ونحط نفس المسال وكمان نغير في الوحدات بتاعت الطول والوزن عشان نبدأ نتكلم في ايه؟ نبدأ نتكلم في التحولات انا انت بستعمل التحولات بستعملها في التوقيت ده بقى اول ما يبدأ يحطلي او يغيرلي في الوحدات بتاعت الطول والوزن في النهاية انا المفروض ان انا ارد الشغل بتاعي على النمرأ الاساسية اللي هي ايه؟ كد قطن او كدتان او رسد اولين حسب ما انا شغال في التركين بتاعي تعال بقى ان نبدأ نلعب مع التحولات وهديك طريقة تحول بيها كل التحولات بتاعتك هنا بيقول لي بس نشوف المسال الاول كده بيقول لي ايه؟ خيط قطن خيط قطن هنا هو حدد لي الخيط طبعا انا قدر اغير الخيط انا مش مرتبط بنوع الخيط في الحتة دي بس خيطنا نقول خيط قطن وهنقول اه طوله كام بقى طوله تلات تلاف متر ويزن الواحدة برضو بتاعت الوزن نغيرها هنقول اه خمسة او خمسين جرام طبعا احنا بنحط ارقام مش مطابقة اصلا للطبيعة بس احنا بنقول احنا بنحاول احنا نقرب شوية من شكل المسألة مش اكتر فبالتالي هنا لما اجي احسب التلات تلاف متر اللي وزنهم خمسين جرام تعالا بقى نشوف هنا القانون بتاع بيقول ايه؟ لو اخدنا كده خط وقلنا النمرة بتسابت مش احنا قلنا هي عبارة عن طول يرضى على وزن راطل في ثابت تعالا نحقق الكلام دوت في القانون بتاعي اللي قدامي ده او في المسألة اللي معاي هنقول التلات تلاف موجودة هي طول بس هنا الطول بالايه؟ هنا طول يرضى وهنا الطول ايه؟ هنا الطول متر هو هينفع متر يتحط مكان اليرضى؟ لا طبعا ما ينفعش طبعا عشان يتحط لازم استخدم تحويله طب في الحالة دي التلات تلاف حطتها فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا المتر اول حرف فيه ايه؟ ميم وكنا واخدين تحويله من متر اليرضى من يرضى المتر من متر اليرضى في 35 على 32 ومن يرضى المتر في 32 على 35 هنا الراقم هنا مكتوب جنبه ايه؟ متر ولمتر ده اول حرف فيه ايه؟ ميم ده فوق يعني 35 على كام؟ على 32 يعني في الحالة دي التلاف دول هتتضرب في كام في 35 على 32 تمام كده؟ كده احنا حطينا تحويلة الطول والرقم كده بقى مناسب كده لما اقضي اضرب على الآلة هيديني طول بالايه؟ باليرضى طب تعالى بقى هنا الوزن الوزن هنا كام خمسين جرام طب وانا هينفع حط خمسين جرام مكان الرطل ماينفعش لازم الخمسين جرام دي كمان هي كمان تتحول وتوصل ليه الرطل مسألة فيها تحولتين عشان نشوف كم الارقام الممكن يتكتب على قانون انت في الاصل واخده بسيط فهنا بيقول لي ايه خمسين جرام عشان حول من جرام لرطل بقولنا ايه ان الرطل بيساوي ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة جرام طب من جرام لرطل بقى العكس هتكون في واحد على ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة تمام كده طيب انا بقى عشان اصبت الكلام بتاعي ده لازم اني هنا ربعمية تلاتة وستة من عشرة تتحط في القانون ده طب انا هحطها تحت الخمسين احنا اخدين حاجة في الرياضة وقلنا مقام المقام بيطلع فين بيطلع بسط يبقى الخمسين مفروض تتقسم على ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة هنقول مقام المقام بسط هتطلع فوق ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة في ناس بتكتبها اربعة تلاف خمسين وستة وتلاتين على عشرة برضو صح رياضيا صح طبعا هبندرس رياضة ففهمين الموضوع ده طبعا هنا دي خمسة تمام كده هنا الارقام خلصة الموجودة في المسألة لا لسه في رقم مهم جدا وهو اللي على اساسه هتطلع لي النمراء السليمة والرقم ده هو السابت انا باتملهوش في المسألة وباخدوش بشكل مباشر انا باخدوه بشكل غير مباشر عن طريق الخامة فلو كانت المسألة شاكريا قد تلك المسألة تنفع كل الخامات بس شيل لي كلمة قط وحط لي ورستد يبقى السابت بتاعك كام خمسمائة وستين شيل لي كلمة قط وحط لي ويلن يبقى السابت بتاعك متين ستة وخمسين شيل قط وحطك التان يبقى السابت ايه يبقى السابت 300 في المسألة بتاعتنا السابت بتاعي هيكون كام 840 السبب ان هنا كاتب لي في المسألة ان الخيط نوعه قط تعالوا كده نكمل اخر رقم نحطه في المسألة بتاعتنا عشان كده نكون خلصنا وضع الارقام في المسألة كده المسألة شكل وضع الارقام داخل القانون بقت سليمة بقى معايا الضرب على الالحزبة هنتعلم ضرب الالحزبة لكن مش دلوقتي لكن خلينا بس نعرف شكل الوضع الارقام داخل القانون انا هنا اديتك شكل بس قلتلك انا مش عندي مسألة وحيدة بخدها مش هي النمرة بس انا عندي تلات مسائل وهنتكلم عن قانونهم واحنا برضو خدنا القانون بتاعهم المرة اللي فاتت التلات مسائل بتوعي دول ايه احتمال تجي لمسألة نمرة احتمال تجي لمسألة وزن احتمال تجي لمسألة طول هتعامل مع التلاتة دول ازاي هتعامل معهم بالتعويد طب هتطلعهم ازاي من قانون الاصلي اللي هو اخر حاجة احنا وقفنا عندها اللي بيقول لي الطول بالياردة على الوزن في السابت هعملها في نظام او الجزء اللي حتعلقناه في الرياضة اللي هو طرفين في وسطين هعمل طرفين في وسطين وطلع بقية القوانين اللي نقصة عندي ايه ليه قانون الطول واللي هي قانون ايه قانون الوزن انا باخد قانون النمرة انا كده حفزتك كام قانون واحد بس هتستمبت منه بقية القوانين اللي هي ايه الوزن والطول انا بتعامل بيوم اكتر كمان في الشغل بتاعي لاني بعتمد عليهم اكتر كمان في سنة ثالثة اني عندي اوزان واطول بتدرس في سنة ثالثة فبالتالي لازم تبقى فاهم الحاجات دي بتيجي ازاي اه هيزدى على المسألة حاجات بسيطة بس برضو الحاجات البسيطة مش هتغير شكل القانون اللي انا علمت اقولك في سنة اولى فبالتالي وانت في اولى لو تعلمت القانون ده صح وده من بأكد على ولادنا في الجزئية دي هتقدر تحل اي مسألة في الدنيا هتقدر تعمل النمرة معادلة هتقدر تعمل تحولات ما بين النمر وبعضها طبعا ده نظام النمر المعادلة هتقدر تفهم او تفك الارقام وتحولها تحلها على نظام ترقيم تاني ده برضو طريقة يعني انت حتى ما نيجي نوصل لدرس النمرة المعادلة هتلاقي نفسك منتج محتاج تشتغل نمرة معادلة انت محتاج تفك النمرة يعني ايه تفك النمرة وبرضو هنجربها معاك وبرضو دلوقتي حالا لما يجي يقولك نمر التلاتين قطن يعني ايه نمر التلاتين قطن يعني ايه نمر التلاتين ورستين يعني نمر التلاتين كتان. والفرق ما بينهم. تعال كده نشوف الفرق ما بينهم عشان نقدر نفهم شكل المسائل حتى بيجي ازاي. انا عندي هنا مثلا بيقول لي تلاتين قطن. يعني ايه تلاتين قطن? يعني تلاتين شلة. طول كل منها القطن السابق بتاعه كام? تمنمية. واربعين ايه? يرضى. ويزنوا جميعا واحد رطل. مش ده ترقيم طول سابت. اه وزن سابت معلش. فالوزن السابت لازم يكون عندي الوزن ايه? واحد رطل. حط الارقام اللي انت عاوزها. لكن هتقدر تغير معي. طب لو كانت تلاتين قطن دي مش موجودة. وحطينا مكانها تلاتين كتان. تلاتين كتان. لما اجي اعرف النمرة في الحالة دي او افكها. هاول ايه? تلاتين شلة طول كل منها. انا بتكلم في كتان. اخفي دي. هنحط كام? هنحط تلتمية لو كانت كتان. هنحط خمسمية وستين. لو كانت ورستد. هنحط متين ستة وخمسين. لو كانت ولن. يبقى انت تعريف واحد تقدر تحلي بكل حاجة هون. او تقدر تفكه. يبقى هنا لو كان الخط هنا قطن. هنقول تلاتين شلة طول كل منها تلتمية واربعين يرضى. وازنوا جميعا واحد رطل. لو كانت كتان. تلاتين شلة طول كل منها. تلتمية. يرضى. وازنوا جميعا واحد رطل. لو كانت ورستد تلاتين شلة طول كل منها خمسمية وستين. يرضى. وازنوا جميعا واحد رطل. لو كانت ولن تلاتين شلة طول كل منها. متين ستة وخمسين. يرضى. وازنوا جميعا واحد رطل. طب لو كانت فبران. فاكريني عن الفبران كان نظامه ايه? لو كانت فبران فالفبران بيتغزل على نفس طريقة القطن. تلاتين شلة طول كل منها ده فبران. تمنمية واربعين نياردة ويزنوا جميعا واحد رتل. طب لو حرير طبيعي مخزول تلاتين شلة طول كل منها. تمنمية واربعين نياردة برضو. ويزنوا جميعا واحد رتل. لبقى احنا كده قدرنا نفك الارقام. بدون انا قدرت افك الارقام يبقى هفهم وهقدر اضرب وهقدر اجيب مسائل وعمل اتخيل كمان اه الشكل بتاعي اثناء عملية الايه? حال المسائل. طب وهي التخنات اللي انا بحسبها مبنية على الجزء ده ازاي? طب وانا افهم ان الفتلة تخين ولا رفيعها من رقامها ازاي? وقارنهم ببعض ازاي? لم يجي قولي اربعة عشرين هي الادخن? ولا ستين هي الادخن? مين الادخن? لو احنا فهمنا من الاول كده قلنا ايه? انا عندي الوزن بتاعي سابت واحد رتل. لو انا جيت حطيت في عشر شلل. فهيقول ان دي نميلة عشرة. صح كده? طب العشر شلل دول الفتلة اللي فيها اللي هي تخانة معينة. طب لما انا عايز ازود عدد الشلل بقى. انا عايز ازود عدد الشلل في الوزن اللي بالرطل ده. هجيب كل شلة منهم بالتخنة بتاعتها واقسمها على اتنين. يعني كني جبت الفتلة كده مسكتها وجيت روحت اقسمها بالنص. اللي موجودة في شلة واحدة. انا عايز اخلي الشلة كم شلة? شلتين. تخيل عشان تقدر تفهم هو انهل ارفع في النهاية. انا هجيب كل الشلة للعشر اللي موجودين عندي وزنهم رطل. وهجيب سلاح واقسم كل فتلة فيهم بالنص. ده تخيل. خلاص كده? لما قسمتهم بالنص. اللي حصل للفتلة اللي معايا ايه? هل فضلت بنفس التخنة? ولا السمكة قل? السمكة قلل ايه? للنص. لما السمكة قلل للنص. هل عدد الشلل فضل عشرة زي ما هو? لا ده زيت بقوا عشرين. مش انا جبت العشر شلل كلهم. وجبت فتلة فتلة منهم روح تقسمها بالنص. لما قسمتها بالنص. سمكها رفع. طيب وايه حصل معايا كمان? عدد الشلل نفسه زاد. بقى عشرين. من عشرة لعشرين. يبقى يومها ارفع. نمرة عشرة? ولا نمرة عشرين? واتوماتيك خلاص بقت معروفة هي نمرة عشرين الارفع. لان هي في الصمك نص صمك نمرة عشرة. انا كده فهمت وعرفت يعني في يوم الارفع. في الحالة دي بقى ما دمت ان فهمتك الجزئية دي تعالي بقى نتكلم عالطبيعة. قسم الغزل بعت لي آآ كنتين. او شلتين. شلة نمرة اربعة وعشرين وشلة نمرة اربعين. ايهم ارفع. اللي نمرة اربعة وعشرين ولا اللي نمرة اربعين. اربعين يعني اربعين شلة يزموا واحد رطل. الاربعة وعشرين اربعة وعشرين شلة يزموا واحد رطل برضو. انه الارفع. الارفع اللي شللو اكتر. الارفع اللي عدد شللو في الراطل اكتر. في الحالة دي نمرت اربعين هي الارفع. النمرت اربعة عشرين ادخن. طب نمرت خمستاشر ارفع من اربعة عشرين ولا ادخن? ادخن. كل ما نزلت بالرقم بتاعك في النمرة اللي بيحصل ان التخانة ايه? التخانة بتزيد. تمام كده? فهمنا الجزئية دي? ده طبعا ما هيساعدنا اكتر كمان واحنا بنحل المسائل بتاعتنا عشان نقدر نتخيل تخانة الفتلة في الاصل كان عامل ازاي? طب زي ما قلنا هي الارقام اللي احنا بنستنتجها او اللي احنا بتطلع كنواتج لحل مسائلنا. دي ارقام هنستخدمها فيما بعد اضافة بعض الخطوات ليها عشان اقدر احدد الكميات المطلوبة عندي عشان انتج قماشة معينة. هتدخل بعد كده في المواصفات والمؤيسات. ده كلام ده برضو سابق لوقته. لكن الكلام ده لو فيه منصح هيساعدنا ان احنا نوصل للمرحلة دي. عشان كده بناخده واحدة واحدة. تعالوا بقى نتكلم عن القانون ونقول ان برضو القانون بتاعي مش صعب. ده القانون بتاعي برضو ايه? بيعتمد على القانون الواحد. يعني ايه القانون الواحد? يعني انا لو اعرفت قانون واحد هقدر اجيب منه بقية القوانين. وفي نفس الوقت لو اتعلمت قانون واحد هحل بيه ست ترقيم مع اختلاف طول السابت. كلها اشيله بس اشيل الرقم السابت اللي عندي وحط رقم تاني بقية الخام اختلفت. فبالتالي انا اقدر اقديك دلوقتي النمرة المعادلة من غير ما انت تبقى واخد بالك ان انت بتاخدها. انت بس اتغير السابت خلاص انت شغال على نمرة تانية خالص. بالتالي تعالوا بقى نكتب القانون بتاعي الاساسي اللي احنا نجيب منه القانونين الرقم اه اتنين وتلاتة اللي هو القانون النمرة الاساسي واللي هنجيب منه الوزن والطول. تعالوا كده نكتب ونبدأ نشوف القانون بتاعنا اه اه اساسه ايه? هنا هنقول النمرة. النمرة بتساوي. النمرة هنا بتساوي. طول بلياردة. اخد بالك. انا هنا لازم بيكون بلياردة. على الوزن رطل. في السابت. قلنا السابت متغير حسب نوع الخامة. هنا هنعمل موضوع الترافين في وسطين عشان نتعلمه. ونركز فيه لان هو برضو زي ما قلنا الرياضة. انا عايز احسب الوزن. وزن رطل. هتساوي. كل اللي انت هتعملوا. الاتنين دول اللي عندهم المشكلة. الخط ده اللي معه المشكلة. الخط ده الجزء ده اختفى منه. خرج برة. بدل معاه. فبالتالي ازا ده خرج برة ده هيدخل مكانه. في الحالة دي هيبقى برضو قانون وزن الرطل. هتساوي طول ياردة على النمرة في السابت. تمام كده? طيب بقى ايه لقانون الطول? الطول ياردة. بتساوي. تعالا بقى هنا بنقول ان ده اللي مخفي في الوقت ده. هنا ده مبقاش موجود. ده انا عايزه. هعاوزه هطلعه ازاي? ده هيبدل مكان الواحد. والواحد هيدخل مكانه. بس هنا في الحالة دي اللي عنده المجهول لازم ينزل تحت. تمام كده? في الحالة دي. احنا بقى هننسى ان فيه اه الرقم ده خالص. وناخد المجموعة المعلومة كلها في خط واحد. ونقول الطول بالياردة هو عبارة عن نمرة في وزن رطل في سابت. طبا الوزن عندي دايما بالرطل حتى لو انا كتبتش الوحدة بتاعت الوزن. دايما انا بشتغل بالرطل. حاجة غير الرطل لازم احول على طول للايه للرطل. طيب التحولات بقى. انا مشكلتي هنا في الثلاث مسائل دول تحولات الاوزان وتحولات الاطوال. طيب لو انا قدرت افهم تحولات الاوزان وتحولات الاطوال هقدر احل اي مسألة باي تحويلة موجودة فيها. بمعنى بمعنى بيجي يقول لي ايه? انا عندي خيط طوله اه بليارد يا خلاص ده مفيش مشكلة. طب طوله بالمتر اضرب خمسة اتراتين على اتنين وتلاتين. طب طوله بالادم اقسم على تلاتة. وهكذا. طب طوله بالكيلو متر. كيلو متر اكبر. فبالتالي هحول من كيلو متر المتر بضرب في الف ومن متر الياردة بضرب خمسة اتراتين على اتنين وتلاتين. وهكذا. دي التحويلات اللي kann confirmها في تحويلات الايه? الاطوال. مكن كون الطول بالببوسى balance. طول بالسانت. اياً لو في غلطة في التحويلة كل المسألة بالكامل هتكون غلطة طب الاوزان الاوزان تحولاتها بسيطة ما بنكترش في الارقام الموجودة فيها انا عندي بيجي لي اما بالجرام يا بالكيلو جرام يا بالاقية يا بالجرين اربع ارقام لو انا بحول لجرام يبقى من رطل لجرام 453.6 من رطل لجرين 7000 من رطل لقية 16 من رطل الكيلو جرام بقسم على 2 علامة 255 ليه بقى؟ لان الكيلو جرام اصلا هو عبارة عن 2 وتقريبا ربع ربع رطل تمام؟ يبقى هنا الكيلو هو عبارة عن 2 رطل وجزء من الرطل التالت فبالتالي يبقى انا عارف ان هو عبارة عن 2205 دي الارقام اللي احنا مفروض ببقى فاهمها طب احطها في المسائل ازاي بقى؟ لما اجي حول انا عندي في مسألة الطول ومسألة الوزن ومسألة النمر هناخد 3 اشكال و3 اشكال دول هنشوف اوضاع التحولات فيها بالنسبة للوزن بالنسبة للطول السابت ما عنديش فيه مشكلة السابت مكانه موجود وطبعا هتعتبر ان احنا بنعمله ده دلوقتي هو تفسير للقانون بالكامل هتحل بيه جميع المسائل اللي ممكن تخطر على بالك في الجزئية دي فبالنسبة ليه افهم ازاي احط الارقام عندي اكتر كتير جدا من طريقة حل المسألة نفسها لان انت لو فهمت تحط ارقامك ازاي هتقدر تحل تعالوا نشوف مع مسألة النمر بحط التحولات ازاي سواء ان كانت للطول او ان كانت للوزن هنا هنقول مثلا مسألة النمر هنا هنقول النمر بتساوي تمام كده؟ ادي شرطة الكسر بتاعت احنا قلنا هو عبارة عن طول على وزن في ثابت انا محددش الطول ايه ولا الوزن ايه عشان نقدر نحن نتعامل معاه طب هنا الطول بتاعي اللي موجود هنا حطناه بالمتر هنحط هنا تاني بشكل تاني وهنقول الموضوع ايه؟ هنا الطول بالمتر لو بالمتر هضرب في 35 على 32 تمام كده؟ لو بالادم هقسم الطول على تلاتة لو بالادم هقسم الطول بتاعي على تلاتة لو باي نوع تاني مثلا لو بالكيلومتر هضرب الطول ده في الف في 35 على 32 35 على 32 ده اساسي طيب لو عندي الطول في مسألة تانية بها طبعا الموضوع هيختلف وهنتكلم فيها بس خلينا نخلينا على الوضع ده في مسألة النمرة عشان ايه؟ ما نسبقش لكن انا عندي تبديلة تانية في باقية المساء هنا بالنسبة للطول 35 على 32 طب تعال بقى على الوزن الوزن عندي مشكلة لو كان بالجرام لو كان بالجرام دي تحولت الجرام 456 طب يا مستر ما انت قلت قصلا الوزن موجود هنا مفروض ان اقسم على 456 هقولك لا دايما مقام المقام ايه؟ وزن في الحالة دي هقول حاجة واحدة بس جميع تحولات الوزن مش 456 وستة ومن عشرة بس هنعلم كده عليها علامة ونقول لان دي هي العلامة المشهورة عندنا هنقول جميع تحويلات الوزن مقام بسط معلش جميع تحويلات الوزن عندي موجودة فين في البسط ما عدا كيلو جرام مقام الكيلو جرام اللي هي اتنين علامة متين وخمس يبقى في الحالة دي كلهم بسط ما عدا الاتنين متين وخمسة هي ايه؟ هي اللي ايه؟ نزلة في المقام يبقى في الحالة دي اللي لو كان عندي بالجرين هحط استاشر هنا لو كان عندي بالقوية اه ما عدش لو كانوا عندي بالقوية هحط ستاشر هنا لو كان عندي بالجرين هحط سبعة الاف هنا لو كان عندي بالجرام هحط 453 و hambり واحد هنا في البسط طب لو كان عندي الوزن بالكيلو جرام هتطر اضرب في اتنين علامة متين وخمسة تحت وده موجودة بس كتحويلة للكيلو جراء فهمنا كده يبقى ده وضع المسائل أو وضع الارقام عندي في مسألة ايه في مسألة النمرة تعال نشوف نفس الكلام ده بس على مسألة ايه على مسألة الوزن هنقول هنا الوزن بيساوي طول باليارضة على نمرة في سابت احنا قلنا الطول مش يكون باليارضة مثلا خلينا باليارضة بس انا هنا لما جيت اطلب خارج المسألة انا مش عايزه بالرطل عشان كده سبت دي وزن بس يعني نبعد عن تحولات الطول وخلينا في الوزن تحولات الطول هنا في مسألة النمرة في مسألة الوزن هي هي 35 فوق على 32 تحت لكن تعال هنا بقى انا عايز الوزن اللي يخرج هنا يخرج بالجرام يخرج بالاقية يخرج بالجرين يخرج بالكيلو جرام اعمل ايه هنا هحط تحويله في المسألة المسألة دي طبيعي مفروض الخارج بتاعها هيخرج بايه هيخرج بالرطل طبيعية الشكل ده كده يقول ان المسألة دي طالع ايه بالرطل طب انا عايزها بالجرام انا عايز المسألة دي تطلع بالجرام هضرب كل المسألة في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشر كده ناتج المسألة هقدر اقول يساوي واقدر احط جنب الرقم الناتج اللي طالع جرام تمام كده طيب لو انا عايز المسألة دي تطلع بالاقية هتحط مكان الربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشر دي ستاشر عشان ناتج المسألة هنا يطلع اقية هتحط سبع تلاف عشان ناتج المسألة يطلع بالجرين طيب ما اللي انا عايزها بالكيلو جرام هتضطر تحط اتنين علامة متين وخمسة تحت عشان ناتج المسألة يطلع بالكيلو جرام يبقى هنا دي ممكن تتحل بكم طريقة ادي طريقة ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة لو طلب منك الوزن بالجرام هيبقى شكل المسألة بتاعتي كده بالشكل ده كده هتبقى طول في ستاشر على نمرة في سابت كده هتطلعها لي ايه اقية طيب اختها بالزبط هنقول طول في سبع تلاف على نمرة في سابت يبقى دي هتطلع ايه هتطلع بالجرين يبقى هي بس الشكل المسألة هتغير تشيل الارقام دي بس كده هتطلعي عندك ادي واحد اتنين تلاتة اربع مسائل عندك تقدر ان انت تشتغل بهم كده احنا فهمنا وعرفنا ازاي ان انا اثبت القانون بتاعي واقدر العب به عشان اقدر ابقى مش حافز كتير يعني مش كل ما انا هدخل الفصلة لقانون هحس ان السنة بقت طويلة والارقام بقت كتيرة والموضوع بقى كبير هو الموضوع مش كبير خالص الموضوع بسيط لو قدرت تفهم وتعرف يعني ايه قانون طبعا انه النهاردة اتكلمنا عن الاشكال القانون وطرق الحساب بتاعتها ان شاء الله هنبدأ نفق القانون دي من بعضها ونبدأ نشتغل على ترقيم ترقيم من الترقيم اللي عندنا او مجموعة الترقيم بلعيتنا عشان نقدر نفهم الفرق ما بينهم قبل ما نتنقل ان شاء الله بعد كده على ترقيم الطول السابت وهي هتكون ان شاء الله برضو لما نفهم القانون بتاعها بتعمل ازاي هتكون اسهل كتير جدا في التعامل معها فبالتالي كل ما هناخد درس جديد هتلاقي ان اللي بدي اخد خطوة زيادة هتلاقي ان الكم معاك بيزيد بس انا مش هنحاول نخلي الارقام عندك او القوانين كتير عايزك تحفظ حاجتين بس والحاجتين هتقدر تحل بهم كل حاجة هتجيلك وانت شغال اهم حاجة طبعا نفهم يعني ايه تخنات خيوط عشان ده طبعا هيهمنا وهيساعدنا كتير جدا لما نكون شغالين في سوق العمل وده طبعا هدفنا احنا بناهل نفسنا لسوق العمل بناءنا عليه بنقدر نتعامل بشكل كويس ونفهم المهارات اللي احنا ناخدها في المدرسة طبعا الوقت تخلص معاكم بسرعة احنا طبعا زي ما قلنا موجودين على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة مسل التعليم الفني قطاع التعليم الفني وبرضو على صفحتنا على الفيسبوك والجروب الخاص بينا ابعتونا هتلاقي الأساس بتاعتنا موجودين وهيرد عليكم وهتكون حاجة جميلة جدا ان احنا نقدر نساعدكم عشان نقدر نفهم ونعرف كل المهارات والمعارف الخاصة بينا في تخصصاتنا الفنية بالكامل مش تخص نسيج بس في انتظاركم وان شاء الله في الحاة الجاية شوفكم على خير وإلى اللقاء